موسيقى حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع أهلا بكم بالتأكيد أن كل واحد منا وهو يشاهد الطفل أحمد دوابشة في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه بصحبة جده وعمه قد تساءل حول مستقبل هذا الطفل بعد استشهاد والديه حرقا وكيف السبيل لاستكمال مشواره في الحياة بأقل أضرار نفسية ممكنة وما هي مسؤولية السلطة والمؤسسات الحقوقية تجاه قضية عائلة دوابشة وهل سيفلت المجرمون من العقاب على جريمتهم البشعة التي ارتكبوها ضد عائلة بأكملها إلى العناوين الطفل أحمد الدوابشة منشغل بالسؤال أيهما أقرب نابلس أم الجنة الحكومة تمنع خمس شركات إسرائيلية من بيع منتجاتها في السوق الفلسطيني مئات المعلمين يعتصمون قبالة مقر الحكومة مطالبين بتحقيق بقية مطالبهم جرافات الاحتلال تفترس مئات الدنومات المزروعة في قرية دير بلوت البحر يبتلع تدريجيا شاطئي مدينتي غزة ورفحة بعد عودته من رحلة العلاج الأولية الطفل أحمد الدوابشة منشغل بالسؤال أيهما أقرب نابلس أم الجنة حيث يسكن والده وأخوه الرضياء الطفل أحمد دوابش العائد من الموت إلى الحياة حرم من القول لأمه في عيد الأم كل عام وأنت بخير بيد أنما سيطر على تفكيره أيهما أقرب من حيث المسافة نابلس أم الجنة على اعتبار أن الجنة في ذهنه هي المكان الذي يعيش فيه والده وأخوه الرضيع الذين أحرقوا في عملية إجرامية بشعة يندلها الجبين الإنساني الطفل دوابشة وخلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقدته عائلته في مركز وطن الإعلام بدت أثار الحريق واضحة عليه بخاصة رأسه من الخلف وقد جلس بين عمه وجده ينظر أمامهم وحولهم ساهيا وكأنه يبحث عن من فقدهم لكن استضافته من قبل نادي ريال مدريد واحتفاء اللاعبين به وبخاصة رونالدو كان لها وقع معنوي في نفسه لا سيما عندما نطق اسم رونالدو فقد فعل ذلك بحماسة وكان منزل الشاهد الوحيد من بلدة دومة في قضية عائلة الدوابشة تعرض لإحراق ما يعني أن المجرمين مصممون على ارتكاب مزيد من الجرائم ما دفع ممثلي العائلة في المؤتمر الصحفي المذكور للتأكيد أنهم ماضون إلى المحاكم الدولية لإدانة المجرمين ومن يقف خلفهم أحمد دوابش عاد إلى قريته مؤقتا قبل أن يستأنف مراحل علاجية أخرى لكنه لم يجد الأم والأب والأخ الشهداء وإنما وجد قرية بأكملها وقد تحولت إلى آباء وأمهات وأخوة له معنا في الستوديو الأستاذ عيد أبو كتيش المختص في الطفولة ومدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أهلا وسهلا بك أخي أهلا بك أي مستقبل اجتماعي ونفسي ينتظر هذا الطفل يعني واضح أنه تجربة اللي بعيشها الطفل أحمد الدوابشي هي بالتأكيد يعني رايح تأثر على حاضره ومستقبله يعني بالرغم من التأكيدات العديد من الجهات وبما فيها عائلته أنه الطفل أحمد تجاوز المرحلة إلا أنه بالتأكيد يعني كل علم النفس بشير لأشي مختلف نعم يجاوز المرحلة صحيا يعني حتى صحيا يعني هو بحاجة للعديد من العمليات التجميلية لأنه واضح على وجهه وعلى راسه وكمان على إيديه وعلى كل أنحاء جسمه على اعتبار أنه يعني الحدث اللي تعرض له والحريق هو يعني بحاجة للعديد من الخطوات العلاجية سواء على المستوى الجسمي بالتأكيد أو على المستوى النفسي أيضا يعني على اعتبار أنه ممكن الإنسان لما يعيش مرحلة الفقدان فيه هناك مجموعة من المراحل اللي من المفترض أنه يتجاوزها بغض النظر عن عمر الطفل أو عمره كان كبير هل هو طفل في صدمة الآن يعني ممكن اعتباره؟ يعني ممكن أنه يعيش مرحلة إنكار على اعتبار أنه الحدث اللي تعرض له مش من السهل أنه يعني يهضمه بشكل سريع فيعني الأسئلة البريئة اللي بتظهر على الطفل من أقرب نابلس ولا الجنة هي يعني بتعبر عن توكل لقاء عيلته وإمه وأبوه والتعامل معهم كأحياء يعني بالتأكيد يعني لأنه يعني الكبار لما يتعرضوا لصدمة من هاي مش من السهل أنه يهضموها وأنه طيب كيف السبيل يعني لتخليصه قدر الإمكان من آثار هذه يعني الصعب أنه يتخلص من الآثار على اعتباره أنه ما فيه إيش بعوض الطفل عن عيلته ولكن ممكن أنه يعني يتأقلم مع الواقع الجديد اللي بعيشه وها يعني رايح تأخذ وقت طويل إلا أنه يعني تبعاتها النفسية رايح تترافقه طول عمره يعني ممكن أنه فيه هناك الكثير من الأحداث اللي لحد الآن ممكن تشكله ونصر خوف إلوه مثل النار مثل الـ فهو بحاجة لمواكبة نفسية ودعم نفسي طول فترة حياته وعلى اعتبار أنه الأساس أنه الصدمة اللي يعاشها سواء من حيث الفقدان لكافة أفراد عائلته أو الحادث النار اللي وجد حاله فيه وأنه النار بتيجي من كل الجهات فيعني هاي مش مسئلة سهلة بالنسبة للطفل أو بالنسبة لكبير يعني مرات الواحد بتعرض لحادث سير وبسيط يعني بقعد مجموعة من الأيام يظلوا يفكر كيف الحادث صار وشو النتائج طبع منية الاحتضان الاجتماعي هاي من كبل أقارب وأهالي البلدة واضح أنه موجود في جو حميمي تأكيد يعني هاي بتساعد إلى أي مدى سيساعد يعني بالتأكيد هاي هي الأساس في أنه تساعدوا على تجاوز الحال اللي بعيشها يعني الطفل أحمد هو محظوظ أنه يعني فيه هناك حالة احتضان يعني أكثر منهم بديلة ممكن بتأكيد بس يعني بنرجع بنقول أنه ما فيه حدا ممكن أعوض هذا الطفل عن أمه الحقيقية يعني قضية أحمد يعني تفتح الباب لسؤال أكبر حول مستقبل الطفولة الفلسطينية في ظل الاستهداف المستمر الذي تتعرض له يعني واضح أنه فيه هناك انتهاك لكافة حقوق الأطفال الفلسطينيين يعني من بداية الهب الشعبية في أكتوبر 2015 لليوم الحركة العالمية للدفاع الأطفال وثقت عملية قتل لـ 45 طفل فلسطيني ظروف وملابسات عملية القتل كان واضح فيها أنه ما كان فيه هناك مبرر لعملية اطلاق النار بهدف القتل وعملية اطلاق النار بشكل متكرر يعني كان بإمكانه جنود الإسرائيليين أنه يلجأوا لبداء الأخرى غير عملية اطلاق النار إلا أنه يعني بسبب غياب المسائلة وشيوع ثقافة الإفلات من الإقاب أصبح اطلاق النار تجاه الفلسطينيين سلوك عادي عند الجنود الإسرائيليين وهاي بتترافق أيضا يعني مع تصريحات مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين اللي دعوا فيها في بداية الهب الشعبية الفلسطينية دعوا فيها الإسرائيليين لعملية اطلاق النار فكل هاي الأجواء يعني هي بتشكل نوع من الحصانة لأي جندي إسرائيلي بيقوم بعملية قتل الفلسطينيين يعني في كل الأحداث اللي صارت سواء كانت ضد الأطفال أو ضد الكبار يعني ما كان فيه هناك فتح تحقيق مهني وشفاف وحيادي في ظروف وملابسات عملية اطلاق النار وفي حالة أنه تم فتح مثل هاي التحقيقات الهدف منها بيكون در الرماد في العيون يعني ما بتم مسائلة الجنود الإسرائيليين على هاي الأفعال وفي الوقت يعني بجوز كان فيه مجموعة من الحوادث أنه يعني المحكمة الإسرائيلية راحت باتجاه فرض وقبات على المنتهكين إلا أنه كل المجتمع الإسرائيلي كان يتحرك ويتوحد ويتكتل من أجل يعني عدم مسائلة الجنود الإسرائيليين على هاي الأفعال سواء من خلال يعني التصريحات الجدية لمسؤولين إسرائيليين أو من خلال يعني الفكاهة اللي بتصير في الشارع الإسرائيلي يعني مثلا في حرب في العدوان على غزة الأول يعني تم استخدام طفل كدرع بشري تم مسائلة الجنود الإسرائيليين اللي قاموا باستخدام هذا الطفل كدرع بشري يعني كان الحديث اللي بدور في الشارع الإسرائيلي أنه مهات الجنود الإسرائيليين من المفترض أنه يوكلوا لهم محامي قبل ما يروحوا يخدموا في الجيش فهذا الجو العام هو عمريا فرض على المحكمة العسكرية أنه دين هؤلاء الجنود ولكن كانت يعني العقوبة اللي صدرت بحقهم ما بتتناسب على الإطلاق مع بيعة الجرم اللي قاموا بارتكابه يعني كانت العقوبة هي تنزيل مرتبتهم وبالإضافة لحكم بالسجن مع وقف التنفيذ بالرغم من أنه استخدام المدنيين كذروع بشرية هي تعتبر تكييف القانوني هي جريمة حرب طب أخي عيد يعني أنتم كمؤسسات حقوقية ومؤسسات تعنا بالدفاع عن الطفل الفلسطيني بالتأكيد لكم اتصالاتكم وعلاقاتكم الدولية يعني إذا هيك ظاهر أو ظاهرة استهداف أطفالنا كيف لتتصرفون؟ يعني دورنا بشكل أساسي أنه نحصل على المعلومات بشكل دقيق حول ظروف ملابسات عملية قتل الأطفال والاعتداء عليهم أو انتهاك حقوقهم بعدها يعني بيكون فيه هناك تواصل مع جهات دولية مختلفة سواء لجان أمم المتحدة أو مكررين خاصين أو سياسيين على المستوى الدولي على الاعتبار أنه يعني فيه هناك مسؤولية على المجتمع الدولي من أجل ممارس الضغوطات على دولة إسرائيل كونها طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية لإلزامها للانصياع لالتزاماتها وتنفيذ هذه الالتزامات للأسف حتى اللحظة فيه هناك وعي أكبر عند المجتمع الدولي لطبيعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين بما فيهم الأطفال إلا أنه حتى اللحظة ما فيه هناك إرادة سياسية عن دول العالم لما ممارس الضغوطات على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها يعني أنتوا تقيمون الجهد الدولي أنه ما زال أقل من المستوى المطلوب؟ بكثير بكثير حتى المؤسسات الحقوقية؟ حتى المؤسسات الحقوقية، الدول، مؤسسات الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة يعني السنة الماضية كان فيه هناك جهود من الحركة العالمية للدفاع الأطفال لتضمين اسم الجيش الإسرائيلي في لائحة الأمين العام للأمم المتحدة اللي بسمي فيها الجيوش ومجموعات المسلحة اللي هي لائحة العار يعني قدمنا كل المعلومات اللي بتشير أنه إسرائيل هي على تضاد وفيه هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن 16-12 وكان فيه هناك توصية من قبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في الصراعات المسلحة لتضمين اسم الجيش الإسرائيلي ولكن يعني نتاج لضغوطات إسرائيلية وأمريكية آثر الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما يضمن اسم الجيش الإسرائيلي في هذه الأحة يعني صمت أمام الضغوط السياسية؟ صمت وخضع وخضع؟ بالتأكيد طيب عائلة دوابشة من خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد في وطن قبل يومين أو ثلاثة أكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية ما هي الفرص؟ يعني بالأساس أنه إسرائيل في تعطيها مع الموضع القانوني يعني بتحاول أنها تقطع الفرص على الفلسطينيين أنه يتوجهوا للخارج يعني إسرائيل فتحت تحقيق حددت مشتبهين بتقوم بمحاكمتهم في محاكمها الداخلية يعني الإجراءات لقطع الطريق على أي حراك قانوني دولي بالتأكيد يعني كل المؤسسات الدولية القانونية أو المحاكم الدولية يعني هي مش بديل عن القانون المحلي في الوقت اللي بعجز فيه القانون المحلي أو بيكون مش على استعداد للتعاطي مع هاي الملفات يعني هون بيجي دور المحاكم الدولية وتحديدا إذا من نحكي عن محكمة الجنيات الدولية الإجراءات تبعتها والعقدة يعني ومدى اختصاصها برضو محدود يعني هي مختصة يعني أنا أفهم أنه مدام القضية يعني يتم تداولها في المحاكم الإسرائيلية إمكانية طرحها أمام محاكم دولية يعني ضعيفة بالتأكيد طيب بس عمليا فيه إمكانية أنه تنطرح هذا الموضوع ضمن الإطار العام على اعتبار أنه الاستطان هو بدخل ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب فوجود المستوطنات والمستوطنين ودور المستوطنات في حماية الاحتلال يعني ممكن تكون جزء من اختصاص محكمة الجنائية الدولية وهذا ما حصل خلال الأسبوع الماضي يعني كان فيه هناك لقاء مع مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تم تقديم مجموعة من التقارير في مواضيع إلها علاقة في الاستطان والمستوطنات مواضيع إلها علاقة بالمعتقلين والتعذيب ومواضيع إلها علاقة في جرائم الحرب اللي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع الزي طب يعني سؤالي كمؤسسة هل تواصلتم مع أيلة الدوابشة؟ بالتأكيد يعني تحديدا أنه كان أحد الضحايا طفل يعني بعد عودة الطفل أقصد من جولة العلاج الأولى يعني التقيتم به؟ بعد عودته لا بس يعني كان عندما حصل الحادث مع الدوابشة احنا كمؤسسة يعني قمنا بتوثيق هذا الاعتداء وبالتأكيد يعني كمؤسسة ودوركم يعني يكتصر على الجانب التوثيقي أم فيه جانب نفسي مثلا؟ الجانب يعني النفسي على اعتبار أنه كل القرية اللي بعيش فيها الطفل هو عمليا تأثرت بهذا الحادث النفسي يعني كان فيه هناك تضافر لمجموعة لجهود مجموعة من المؤسسات اللي بتشتغل في منطقة نابليس من أجل تقديم الدعم النفسي لأطفال قرية دومة لأنه كل ياتهم عمليا يعني الوضع النفسي تبعهم بس مجرد شعورهم أنه جارهم أو بيت جارهم انحرق واستشهد فيه هذا العداد يعني ممكن أنه هذا الحادث يصير معهم فكان يعني المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية اشتغلت من أجل يعني مساعدة الأطفال أنه يتجاوزوا هذا الحادث يعني لوحظ في المؤتمر الصحفي أنه استضافة الطفل من كبل نادي ريال مدريد كان له أثر نفسي إيجابي على شخصيته بشكل عام يعني بتعتقد أنه مؤسسات دولية المجتمع الدولي ما الذي ينبغي أن يقدمه لهذا الطفل إذا زيارة لنادي يعني أعطته هذه الدفعة يعني هي زيارة نادي برشلونة والالتقاء مع رينالدو كانت حلمة عند الطفل هي ريال مدريد ريال مدريد يعني إحنا ندخل في الريال متعرضش فعمليا كانت حلمة عند الطفل أحمد يعني الشكر للنادي ريال مدريد أنه اتعامل مع هذا البعد الإنساني عند طفل فلسطيني خضع على تجربة في غاية الصعوبة وبتقديري أنه يعني يعني يحقق حلمه في أنه يحقق إشيه أستاذ عيد شكرا جزيلا لك على ما قدمته من تحليل وإضاحات في هذه الحلقة الحكومة الفلسطينية تقرر منع خمس شركات إسرائيلية من بيع منتوجاتها في السوق الفلسطينية أهمها إتنوفا واشتراوس وتفرض رقبة على المحال التجارية للحؤول دون تسرب منتوجات الشركات الخمس هكذا تعامل جهاز الضابطة الجمركية في مدينة رامالله بعد بلاغ عن وجود شاحنة محملة بمنتجات تنوفا الإسرائيلية وسط المدينة صاحب الشاحنة أمهل عشرة أيام للتخلص من الحمولة وعدم إدخال أي كمية أخرى وإلا سيحولوا إلى القضاء سيتم تقديمك للمحكمة وتحويلك للنياب العام في حال بعد المد القانوني أعطوك مدة مباري حاجة عليك الضابطة الجمركية والاقتصاد وأعطوك مدة محددة اللي هي مدة أسبوع إلى عشر أيام كسقف أعلى مدة عشر أيام تتخلص من اللي موجود عندك أما اتجيب يعني إذا بتم الإثبات إنك حاليا اتجبت شيء دخلت شيء لمناطق دولة فلسطين من هاي الشركة بتم محاسبتك كاميرا وطن رفقت الضابطة في جولة ميدانية في مدينة رامالله لتحذير التجار بعدم التعامل مع خمسة منتجات إسرائيلية وهي تنوفا واشتراوس وتارا وشركة زوغلوفيك للحوم وشركة توبوزينا للمشروبات بعد قرار صادر عن رئاسة الوزراء ردا على منع خمس شركات فلسطينية دخول القدس المحتلة كضابطة جمركية لن نتهاون بأي قرار يصدر عن الحكومة الفلسطينية بتنفيذه بكل حذافيره والله الكرار الأخير احنا بصراحة شو بدي الشعب بنجيب يعني أنا بدخل عليه زبون في اليوم بيسألنا عن شغلة مش عندي بس أتجلها عوركة بجيبها ثاني سبوع على سين سبوع هذا المكاطع مش من التجار لازم تكون إذا بدي نكاطع الشعب الفلسطيني الناس تبطل تطلبها صح ولا لا ملاينا عن صنوع محلي لا يعني بقتل أولادنا وبسطونا وبلطونا وننشي منها والله الله ما قالها يا خالتي وزارة الاقتصاد الوطني أكدت أن القرار مؤقت ومرهون بعودة المنتجات الفلسطينية الخمسة إلى القدس المحتلة لسيما بعد تكبد القطاعين الزراعي والصناعي الفلسطيني خسائر كبيرة جراء أسبوعين من المنع الإسرائيلي هو لم يؤثر على الشركات فقط بل أثر أيضا على المزارعين لأن هناك أكثر من 50% من إنتاج المزارعين لم يجد قدرة شرائية لدى المصانع والتالي لم يستطيعوا تسويقه هذا ضرب الاقتصاد ليس للصناعي مالا الاقتصاد الزراعي أيضا لصمود المزارع الفلسطيني بالإضافة إلى في حال استمر هذا القرار سيتم تسريح العديد من الموظفين والعمال من هذه الشركات ويشار إلى أن حصة الألبان الإسرائيلية في السوق الفلسطيني تشكل 55% وتشكل العصائر 40% فيما تشكل اللحوم الإسرائيلية 10% الأمر الذي سينعكس إجابا على الشركات الفلسطينية وسلبا على الشركات الإسرائيلية عشرة أيام وستختفي هذه البضائع من السوق الفلسطينية سابقها حظر لجميع المنتجات الاستيطانية فرصة ذهبية لتوسيع المقاطعة ورفع الوعي الشعبي بها بحيث لا تكون مرتبطة بردات الأفعال الإسرائيلية من مدينة رام الله نزر حبش تلفزيون وطن بالتزامن مع اجتماع الحكومة الإسبوعية تصم مئات المعلمين قبالة مقر الحكومة مطالبين بالحصول على بقية حقوقهم ومنها تصويب وضع اتحاد المعلمين المعلمون إلى الاعتصام مجددا لكن بذات المطالب القديمة الاعتصام الذي نظم قبلة مقر الحكومة برام الله بالتزامن مع اجتماعها الأسبوعي شارك فيه مئات المعلمين ينادون بالحصول على بقية حقوقهم المالية والنقابية والإدارية المطلب الأبرز تصويب وضع اتحاد المعلمين وضمان تمثيل حقيقي لهم ما تحقق إشي فعلي من المطالب اللي كانوا يطالبوها سواء بالراتب الأساسي سواء بطبيعة العمل سواء بسمها غلاء المعيش سواء بتصويب وضع الاتحاد هذه نقطة مهمة بمعنى أنه الاتحاد رجعنا على المربع الأول ويقول المعلمون إن تعليق الإضراب وتجميد الاحتجاجات كان استجابة لقرار الرئيس عباس الذي وعد بإيجاد جسم النقابي لانتخاب ممثلين عن المعلمين لكن المماطلة في ذلك دفعتهم للنزول إلى الشارع مجددا اتفاجأنا مرة ثانية أنه الاتحاد استقال زي ما بقولوا قبلة استقالتهم إلى ثاني يوم تأسيس اتحاد دون الرجوع لا للحراق ولا عارفين مين الكوة الفاعلة على الساعة نتمنى على الإخوة في السلطة الفلسطينية وعلى الرئيس أبو مازن شخصيا أن يسمح لهؤلاء ممثلين الحراق في الضف الغربية أن يلتقي بهم وأن يسمع منهم عن قرب لأنني أعتقد أن في ذلك نقطة إيجابية وتزامنا مع تأكيد حراك المعلمين استمرار الفعاليات أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم توصيات اللجنة المكلفة بمعالجة آثار الإضراب وأهمها عقد امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد مع حذف عدد من الموضوعات والوحدات من المنهاج الدراسي عقب تعليق الإضراب واستيناف الدوام بشكل طبيعي يجدد المعلمون اليوم حراكهم ومطالباتهم القديمة المتجددة التي يقولون إن شيئا منها لم يتحقق من رمالا إيسر البرغوثي تلفزيون وطن نذكر بالعنوانين المتبقيين جرافات الاحتلال تفترس مئات الدنومات المزروعة في قرية دير بلوت البحر يبتلع تدريجيا شاطئي مدينتي غزة ورفح جرافات الاحتلال تجرف مئات الدنومات من أراضي قرية دير بلوت المزروعة بالزيتون ومليات التجريف تصل حدود مسجد السلام الذي تسلم أهالي البلد اختارا بدعوة أنه بني في منطقة جي السلام هنا موقوف بقرار إسرائيلي مسجد السلام هذا في قرية دير بلوت متوقف عن البناء منذ ستة أشهر بقرار إسرائيلي وذلك بحجة وقوعه في منطقة جيمة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية تم بناء هذا المسجد على أراضي قرية دير بلوت ما يقارب من ستة أشهر في خلال هذه الفترة وعند قيد الإنشاء جاء أحد موظفي الإدارة المدنية بوضع اختار وقف هذا البناء المسجد القائم على أرض دير بلوت وبالرغم من ذلك بعد ما تم أيضا تسليم بلاغ لهذا المسجد أيضا تم تسليم بلاغ لوقف البناء القائم خلف المسجد بالنسبة للدور السكنية بحجة أنها واقعة في مناطق سي وهم يدعوا أن مناطق سي هي بحاجة إلى ترخيص من كبال الإسرائيليين مسجد السلام ليس وحده الموقوف عن البناء فهناق أيضا ستة منازل أخرى في هذه المنطقة وصلتها اختارات بالتوقف عن البناء في حين أن الجرافات الإسرائيلية هنا تعمل ليلة نهار في تجريف هذه الأراضي البالغ مساحتها ألفا ومئتي دنم إلى أن أصبحت على بعد أمطار قليلة فقط من منازل المواطنين هذه الأرض إنه في معنى أوراك ثبوتية فيها وأخذنا فيها قرار من المحكمة العليا هالسعيات هم ما هم راضين يعترفوا لا على أي قرار ولا على أي قانون ولا على أي شيء بقول لك هذه الأرض إنه مش معترفين في الأوراك الرسمية اللي بدي يتم مسادرتها لحد الآن بيسركوا فيها قاعدين حبات حبات أول مرة سركوا ظهر الجبل ثانيا قاعدين بيحفروا على الزتون إذا بدك تحسبها من الشارع لموقع الحدث في حوالي 1200 أو 1300 دنم وقول لك هذه الأرض مسادرة الأرض مش مسادرة ولا فيها أي شيء يجي بقولوا إحنا أعطينا أوراك بعل كل أوراك على السناسل بعل كل أوراك على العمدان الكهرباء بدون ما يرجعوا لأصحابين الأراضي بدون ما يرجعوا لأيشن وتحاود البلدة التي تبعد 20 كيلو مترا غرب محافظة سلفيت الوقوف في وجه تلك القرارات الاستيطانية الصعبة خاصة أن هذا المد الاستيطاني زاد خلال الستة الأشهر الأخيرة بشكل كبير في حين أن المواطنين هناك محتارون كما يقولون من قلة التحرك الرسمية والمؤسسات الخاصة بالاستيطاني وآثاره لا حياة لمن تنادي زي الأطش في الزفة رحت على مكاتب المحافظة ومكاتب الارتباط ومكاتب كل شيء كل الأوراك والرسائل والمكاتب البعطنية الرأس البلدية كل المحطوطات في الجرارات وتعد قرية دير بلوت التي يبلغ عرض سكانها خمسة آلاف نسمة وتقع على حدود عام الف وتسعمائة وثمارية وأربعين تعيش وسط أجواء احتلالية خامقة لها حيث يحاصرها جدار عنصري وثلاث مستوطنات إسرائيلية قدمت ما يقارب ثلاثين ألف دنوم من خمسين ألف دنوم هي مساحة القرية العصلية الصورة واضحة هنا لا تحتاج إلى مقدمات أو نهايات فالمقدمة بدأتها تلك الجرافات العسكرية التي تجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأصبحت على بعد أمطار قليلة من منازل المواطنين في قرية دير بلوت أما النهاية فلا أحد يعلمها فأنياب الجرافات تسير بلا مراقب جهد قاسم تلفزيون وطن من قرية دير بلوت غرب مدينة سلفيت شاطئ البحر كبالة مدينتي غزة ورفح يتقلص تدريجياً حيث أصبحت الأمواج تضرب المنازل المحاذية وتهدد أساساتها من اللسان وإنت مقبل بيرجع البحر فبصير البحر يتراجع أما نظله كل سنة عن سنة بقدم البحر يعني هنا قبل عشر سنين بقى الجبل هات يعني بيجي خمسين متر اليوم مش ضايل فيه بيجي عشرة متر فالبحر كل سنة عن سنة بقدم يعني لو بديوا يعمل نور زي سنين اللي زمان زمان كالسفل مخلص طبعاً هذا سببه هو فتح أول شغلة بالأول بالأخير اللي هو المضخات اللي وضعت في جنوب القطاع من الجانب المصر تمام؟ هذا كله أدى لأنه الساحل يصير يتقدم لمدينة غزة ويجي لعنيه وتاني إيش برضو عملية اللي هو كترة الموانئ يعني الصغيرة في القطاع برضو إلها أثر لكن مش أثر كبير جداً فالشي شط له وإلى أطفالنا اللي يصبحوا أو إنه أو إنه يلعب على رماء على الشوضاء الضهرة ثاني شغلة بشكل خطورة برضو للمياه الجوكية يعني طبعاً المناطق الدور القريبة نحن بنعاني إحنا من ملوحة المياه يعني دائماً باستمرار من الشميح الوعي دمرنا نكسر حسكاتنا لا فيه فيبر نعمل حسكاتنا في بطول ما خلاش إش عملوه وش أردو اللي عملوه المشروف هذا قابوا ديارنا ولا نحن عارفين نطلع ولا ننزل كل يوم بدنا 2 كيلو فيبر حد كيلو فيبر ميك شيكل كل يومين بدك 2 كيلو ولا كيلو بطل الرمل يوصل إلينا بكتبالكة فعملوا حاجة يسمى السنات زي ما انت شاهد في لك هي تلك الأربع السنات الهدف منه إنه يجمع الاتريبا من عوامل يجاوب تأتي البحار فلما عملوا الآسينة صار فيها نساحة يعني الآن نحن بنمش على الشطر لكن قبل سنة أو سنتين قبل ما عملوا السنات تابع ما كناش نعرف نمش على الشطر في غطاء غزة في منطقتين يصير فيهم هذه الظاهرة الطبيعية بسبب إنشاء سواء ميناء غزة سابقا أو حاليا إنشاء الميناء المصري على الحدود الفلسطينية المصرية منطقة رفع على سبيل المثال من 2010 حتى الوقت الحالي ينحصر فيها الشاطئ وتأكل بحوالي 15 متر بالقرب من الحدود المصرية طبعا كل ما بتعدنا عن الأثر اللي هو الميناء بقل وبخف التأثير طبعا يعني بعد ما خلص الشاطئ سيصير البحر طبعا يضرب في شارع الرشيد اللي هو نفسه حيكون مهدد بالإنهيار اللي هو الثاني أهم شارع في خطاع غزة طبعا هذا الظاهرة موجودة سواء في منطقة رفع أو شمال ميناء مدينة غزة بسبب أيضا ميناء غزة في وكالة الغوث نفذت مشروع لحماية الشاطئ المقابل لمخيم الشاطئ لأنه من اختصاص وكالة الغوث ولكن أيضا هذه الحماية حاليا برضو قاعدة بتنهار لأنه بدها تجديد وبدها حماية أخرى موسيقى وقبل النهاية وكما هو متبع نذكر بالعنوين موسيقى الطفل أحمد الدوابشي منشغل بالسؤال أيهما أقرب نابلس أم الجنة موسيقى الحكومة تمنع خمس شركات إسرائيلية من بيع منتجاتها في السوق الفلسطيني موسيقى مئات المعلمين يعتصمون قبالة مقر الحكومة مطالبين بتحقيق بقية مطالبهم موسيقى جرافات الاحتلال تفترس مئات الدنومات المزروعة في قرية دير بلوت موسيقى البحر يبتلع تدريجيا شاطئي مدينتي غزة ورفاحة موسيقى إلى اللقاء في حلقة جديدة موسيقى اشتركوا في القناة